اشتركوا في القناة واليومين دول التصريحات النارية ما بين تركيا وفرنسا لدرجة ان الرئيس اردوغان دعى الشعب الفرنسي الى انه يتخلص من ماكرون اهو اردوغان دعى الشعب الفرنسي انهم يتخلصوا من ماكرون في اسرع وقت ممكن على طول تركيا وليبيا وشرق المتوسط اي شر اي نجاسة هتلي فيها السيسي وماكرون اي نجاسة هتسمع فيها الاسمين دول السيسي وماكرون تعالوا نشوفوا المصالح المشتركة بين الاشقياء السيسي وماكرون في الموشن جراف ده عشان يوريك ان الاثنين دول لا يسعوا الا في الخراب اسمع ماكرون والسيسي منافع الاشقياء فرنسا تاني اكبر مورد للاسلحة الى مصر طبيعي جدا وعادي جدا دعم مصري فرنسي للجنرال متمرد خليفة حفتر في ليبيا سوى في النجاسة تعاون مصري فرنسي لدى تركيا في قضية غاز المتوسط فاي حاجة اي نجاسة هتلاقي فيها السيسي وماكرون تعاون مصري فرنسي في افريقيا تحت شعار مكافحة الارهاب السيسي دعم ماكرون ضد الغضب الاسلامي ضده بسبب الرسوم المسيئة للرسول وقال له احنا هنقيد التجارة الفرنسية وماكش دعوة ماكرون يمد السيسي بانظمة تجسس ضد المعارضين كل ده يطلع منك يا ماكرون وكنا فاكرينك افضل من الست الفرنسية اللي هي بتاعت اليمين مطرف الخلاصة يا حضرات انا قلت لك الاسباب اللي قد تكون حقية الى ما انت اسأل نفسك ليه الزيارة دلوقتي في وقت العالم كله بتكهرب ايه سبب الزيارة دي السؤال التاني بقى انت يخصك ايه من الزيارة دي انا هجاوب لك على ده جوة لكن الخلاصة ان السيسي اللي بعض المغفلين اتأثروا بسورة الاعلام عنه انه رجل متدين وبيصلي الفجر حاضر وزي ما قالت السيدة انتصار بيجيب لعياله شيخ يحفظهم القرآن الكريم النهاردة انكشف على حقيقته لما استفزم الشاعر ملايين المسلمين وبيروح يعمل غسيل صمعة لماكرون اللي شجع على سبب النبي عليه الصلاة والسلام وعادي المسلمين كلهم عداهم وفرحان لحد النهاردة بانه بيقفل مساجد وجمعيات ومدارس وانه عامل مشاكل المسلمين اللي هناك وده اللي نصحه بيه السيسي من كم سنة المهمة عنده عند السيسي انه يلاقي اي حد يشاركه في عداء تركيا وانه يطرمخ على فساده وانتهاكاته مش مهمة اي قيم يا حضرات يا حضرات قالها جورجي ارويل في رواية 1984 السلطة في حد ذاتها غاية مش وسيلة العنف غاية العنف القمع غاية القمع والسلطة غايتها السلطة بدون اعنى بصرف النظر على اي قيم او دين او مصلحة المصريين فين اي حاجة عنده مش مهم عنده السلطة وعند السلطة لازم سورة للزعيم على كل حال الناس اللي اتريعت على السجادة الحمراء مش مهم الناس اللي حبت السجادة الجربانة الحمراء برضو مش مهم اهم حاجة يا حضرات ان انتوا اتمنتوا على ان السيسي حي يرزق اه لان دي منا من الله نعمة الشاعر احمد مطر له قصيدة رائعة في القصة دي بيكلم عن سورة الحاكم وبيحكي ويقول سورة الحاكم في كل اتجاه سورة الحاكم في كل اتجاه اينما سرنا نراه في المقاهي في الملاهي في الوزارات في الحارات والبارات والاسواق والتلفاز والمسرح والمبغى وفي ظاهر جدران المصحات وفي داخل دورات المياه اينما سرنا نراه سورة الحاكم في كل اتجاه باسم في بلد يبكي من القهر بكاه مشرق في بلد تلهو الليالي في ضحاة ناعم في بلد حتى بلاياه بانواع البلايا مبتلاة صادح في بلد معتقل صوته معتقل الصوت منزوع الشفاء سالم في بلد يعدم فيه الناس بالالاف يوميا بدعوة الاشتباه سورة الحاكم في كل اتجاه نعمة منه علينا اذ نرى حين نراه انه لم يزل حيا وما زلنا على قيد الحياة